يعني الملف الليبي الموضوع في ليبيا بيزداد تعقيدا ليه؟ تدخلات الأصابع الخارجية التركية بتعبث في الداخل الليبي تحول المسندة التركية كانت خجولة كانت في حالة تورية كانت في حالة أن هي موجودة تحت السطح بيهرب سلاح وغيره دلوقتي أصبحت على عينك يا تاجر التدخل التركي في الشأن الليبي أصبح على عينك يا تاجر أصبح في وضح النهار على الهواء مباشرة تم تفجير وتفخيخ باخرة بتحمل أسلحة وبسرعة استراج يعترض على هذا وكأنه عايزة تخش اتنين بيسحب الخمسة بتوعه المفاوضين بتوعه من جينيف أردوغان بيعمل اجتماع مع الهيئة البرلمانية لحزبه بيقول لهم أنا مستمر في دعم استراج أنا مستمر في دعم الميليشيات واللي عجبه عجبه واللي مش عجبه يخبط راسه في الحيطة بما فيهم الاتحاد الأوروبي وقاحة سياسية غير مسبوقة بيقوم بها بلطجي تركيا والمنطقة الأول رجب طيب أردوغان لكني أرى أنه يتحرك هذه الأيام أو هذه الفترة وكأنه بن قسين السكينة سرقاه أردوغان بيتحرك ربما في اتجاه بيندفع نحو نهايته في الأراضي الليبية وفي إدلب والموضوع بتاع إدلب يزداد تعقيدا أيضا بعد خروج الروس عليه واختلافهم معه ترجمة نانسي قنقر